ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدين بداية أشكركم على هذه الاستضافة وكل ما تطرح الهيئة من برامج انتهز هذه الفرصة والمناسبة لأن تقدم وأرفع أسمايات التهاني والتبركات لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ولعموم المواطنين الكرام بهذه المناسبة ومناسبة احتفالات مملكة بعيادها الوطنية مثل ما تفضلتي هذه المناسبة عزيزة وبفضل طبعا رؤيات وحكمة جلال الملك المعظم حفظه الله توجيها الصاحب السمو الملكي البحرين يعني خطت خطوات كبيرة جدا في مجال التقني وفي الإنجازات التي تحققت جعلت مملكة البحرين تتبوأ مركز الصدارة على المستوى العالمي والمكان الذي تستحقها هذه طبعا حصل بفضل الرؤية بفضل السياسات المبادرات التي تم طرحها أيضا هناك علد كبير من المبادرات التي تم إنجازها مثل ما نعرف الحكومة كرست توظيف رقمنا لهدف في القطاع الذات الأولوية لأنها تساعد وتعزز على التنمية وتدعم خطط التعافي الموجودة في مملكة البحرين أيضا يعد عملية التحول الرقمي مهمة جدا في الحكومة لأن القطاع الذات الأولوية ممكن أنها تقدم خدمات أفضل تتيسر وتسهل ويصير المواطن فعلا في صلب العملية التنموية وتحسن من تجربة العملاء مع الحكومة فبمتابعة لمعالي وزير الداخلية رئيس لجنة الوزارية لتقنية المعلومات قامت الهيئة بعدد من المبادرات نذكر بعض الأمثلة لها على سبيل المثال عندنا اليوم طبعا أو في المستقبل نبدأ بالمستقبل عندنا استراتيجية جديدة استجراء استراتيجية الاقتصاد الرقمي الاستراتيجية هذه فيها ثلاث محاور المحاور فيها تقريبا 48 مبادرة المبادرات الأول مرة في السابق كانت الاستراتيجيات تعمل على القطاع الحكومي بشكل أساسي التطوير الحكومي والرقمنة والبيئة التشغيلية اليوم نحن نتكلم عن استراتيجية وطنية الاقتصاد الرقمي فيها قطاعات خاصة فيها قطاعات خارج الحكومة نتكلم عن تنمية الكوادر فنحتاج أن نحن فعلا المجتمع ككل نحن تقدمنا على المستوى الحكومي والأنظمة الآن وصلت لدرجة كبيرة من النضج الآن نحن ننظرها على المستوى الوطني الأكبر فهذه إن شاء الله خلال السنوات القادمة راح يكون لها دور جدا كبير أيضا في الأمور المستقبلية اللي هو مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في لجنة تم تشكيلها بتكليف من معالي وزير الداخلية اللجنة هذه وضعت الأولويات وضعت المجالات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي المخاطر وشن السلبيات الموجودة كيف ممكن أيضا طبعا في مرسوم ملكي طلاع باستحداث إدارة عندنا في الهيئة تعمل على التقنيات الناشئة هذه الإدارة راح تعمل على تطوير متابعة أي تقنية ناشئة كيف أنا ممكن أدخلها في المختبر أتعاون مع المنظمات الدولية مع الدول مع المراكز الأبحاث والجامعات حيث أقدم هذه التقنيات الحديثة وساعد الوزارات أن تبتد يتفعلها عندها بشكل أسرع هذه أيضا بيكون لها دور جدا كبير أما ما يتعلق طبعا بالإنجازات خلال هذا العام يعني نرجع على هذا العام والفترة الماضية عندنا طبعا اليوم ما يقارب أكثر من خمسمائة خدمة ومعاملة ثلاث ملايين ونص معاملة تم إجراءها إلى نوفمبر أكثر من سبعمائة مليون دينار تم تحصيلها أكثر من ستمائة خدمة على البوابة وعلى القنوات الأخرى أطلقنا تقريبا خمسين خدمة بعد إعادة هندسة إجراءاتها بالكامل خلال هذه العام السنة الياية طبعا والسنوات القادمة متوقع مضاعفة هذا الرقم فيه هناك دعم أيضا من كافة الجهات الحكومية أيضا فيه وفر طبعا كناتج عندنا وفر 96% في الوافر الحكومي و70% في خفض الوقت و89% وصل لنسبة الاستخدام طبعا التطبيقات في عدد من التطبيقات تم إطلاقها تطبيق نظام تواصل أو تطبيق الشكاوى يتم تطويرها باستمرار تطبيق مجتمع واعي في مستندات الحكومية مثل ما شفته في عدد من الوثائق الموجودة والآن طبعا يجري تطويرها في المستقبل بحيث أن يصير تطبيق موحد قريب جدا إن شاء الله نحن نطلع بتطبيق بواجهة وشكل جديد يحوي عدد كبير جدا من الخدمات التي تكون نقلة جدا كبيرة بإذن الله سيد محمد أعلنتم مؤخرا تجشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة المحدثة بعد نجاح المرحلة التجربية لو تحدث سادة المشاهدين عن أبرز أهداف تجشين هذه المنصة المنصة مثل ما نعرف هنا منصة البيانات مفتوحة مهمة لكثير من القطاعات متخذ القرار يحتاجها مستثمر يحتاجها أما فيه يتخذ قرار استثماري أو وين هو ممكن يكون موجود يحتاجها الباحث والجامعات ومراكز الأبحاث يحتاجها المواطن حتى هو يعرف وين يوكل أو يشرب أو يقعد يحتاجها الزائر فيه نوع من الشفافية فيه دقة تعطيك ثقة أن تفعل المعلومات كلها دقيقة وموحدة موجودة في مكان واحد هذه المنصة اليوم إذا أنت تدخل عليها من خلال حتى الخارطة تقدر تشوف تفلتر مطاعم فنادق أماكنها النوعياتها تريد تعرف مطعم اللي هو مثلا ياباني والله مثلا لبناني في المنطقة الأفلانية فتقدر تعرف المطاعم الموجودة أو مثلا المحلات الموجودة بفئة معينة فالكم الهائل 380 قاعدة بيانات من حوالي مليونين سجل من مجموعة كبيرة جدا عشرات الجهات الحكومية تخلي فعلا الإنسان أو يعني مختلف المستخدمين لهذه المنصة يقدرون استفيدون منها حتى من الخارج إحنا أول ما طلقناها تجريبيا دخلوا عليها من 150 دولة في خلال فترة شهر واحد هذه لا شك إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال فترة بسيطة جدا ويمكن ما يسع الوقت لذكرها كلها سعدت سيد محمد علي القادر رئيس تنفيذي لهاية المعلومات والحكومة الإلكترونية نشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة والتواجد معانا في استوديو مركز الأخبار شكر لكم نحو مزيد من التقدم والتطور المستمر في مجالات التقنية والتكنولوجيا في مملكة البحرين وبعد نجاح الفترة التجريبية على مدى شهرين تم تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وهي المنصة التي تم تطويرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة حيث جاء تدشين المنصة تحقيقا لتطلعات الحكومة الموقرة والتزاما من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأداء رسالتها الوطنية وضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة الراهنة سعيا لدعم مسيرة التنمية والازدهار في كافة القطاعات الرئيسية في مملكة البحرين تتميز المنصة المحدثة بأنها توفر ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات وتتيح كذلك إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصنيفها بشكل أهني وتوفير ميزة معينة البيانات في الوضع التفاعلي والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية وتوفير خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية كما أن من مميزات المنصة توفير خاصية تعقب التغيرات في مجموعة بيانات وذلك لتحديد أكثر البيانات استخداماً والإضافات الجديدة للبيانات وتاريخ تحديثها مع إمكانية فرز البيانات وغير ذلك من المميزات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تعظيم الفائدة من هذه المنصة أبرز أهداف المنصة المحدثة هو توفير قاعدة من البيانات الحكومية المفتوحة والمتكاملة وتعزيز مستوى الشفافية والتشجيع على المشاركة الإلكترونية وتحفيز الإبداع ونشر البيانات الحكومية لتمكن أصحاب القرار والمستثمرين والباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها وخصائصها وتوفير بيانات متاحة ومحدثة وشاملة دون تمييز من قبل أكبر عدد من الجهات الحكومية في المملكة إضافة إلى توفير البيانات الحكومية دون مقابل للجميع وتوفير البيانات ضمن قالب قابل للقراءة مما يسهم في عملية التنمية والابتكار بشكل شامل في مملكة البحرين